دائماً كل الشكر لك مهند إذن مشاهدين وصل الرئيس الصيني شي جينج بينج إلى المملكة العربية السعودية في زيارة وصفت بتاريخية فزيارة لن تقتصر على اللقاءات مع المسؤولين السعوديين بل ستشهد القمة الصينية العربية الأولى وقمة مع دول مجلس التعاون الخليجي تشهد الزيارة أيضاً توقيع عشرات الصفقات والاتفاقيات الاقتصادية والعسكرية معنا في الستوديو نقاشاً وتحليلاً لكل أبعاد هذه القمم الثلاث عضو مجلس الشورى السعودي السيد إبراهيم أنحاس دكتور إبراهيم أهلاً بك معنا في ستوديوهات سكاي نيوز عربية بالرياض وملفات كثيرة ومعقدة يتداخل فيها البعد السياسي والاقتصادي والأمني كذلك برأيك ما المنتظر من هذه القمم بالنسبة لبكين وبالنسبة لدول المنطقة كذلك؟ نعم هو المنتظر أن تذهب هذه العلاقات في أبعاد مستقبلية تعزز العلاقات التاريخية من جهة وتثبت للمجتمعات سواء المجتمعات العربية من جهة والمجتمع الصيني من جهة أخرى بأن تلك العلاقات التي بنيت لها جذور في الماضي وسوف يكون لها ثمار في المستقبل بما يخدم المجتمعين والدولة والجانبان أو الطرفان بشكل أو بآخر والأبعاد أيضاً الأخرى والتي هي غاية في الأهمية تثبت بأن هذه المجتمعات الصين من جهة والدول العربية بنوا في الماضي لمجتويات يجب أن تكون في المستقبل فيما يخدم الشعوب على سبيل المثال الذي أشرت إليه قبل قليل في مجالات الاقتصادية التجارية وغيرها وأن توصل رسالة لمجتمع الآخر بأنه قادرين على بناء شراكات على جميع المجتويات تكون هذه العلاقات على قدر كبير جداً من التعاون الذي يؤدي إلى خدمة المصالح المشتركة بين الجانبين ما الآخر المقصود هنا؟ الآخر المقصود نعم وهذه نعم أقصد هنا المجتمعات الغربية التي ترتبط بعلاقات قوية مع العالم العربي من جهة ولا تتشارق قد يكون مع الصين وهذه بالنسبة للمجتمعات العربية غاية في الأهمية بأن هناك دول أخرى تستطيع الإفادة منها هذه الدول فيما يتعلق بمجالات التنموية والاقتصادية والثقافية والتجارية وغيرها من المجالات ومؤشر آخر بأن التنمية والتطور أيضاً موجودة في مجتمعات أخرى غير مجتمعات الأوروبية وهذه غاية في الأهمية من الأفاق التي ينظر لها من مثل هذه العلاقات ومثل هذه الزيارة المهمة للرئيس الصيني ولكن الجانب الغربي والأمريكي تحديداً دكتور أنحاس تحدث عن تملموله من تمدد الصين في المنطقة الرئيس الأمريكي جو بايدن في زيارته الأخيرة للسعودية قالها صراحةً لن نسمح بتمدد الصين هنا أو لن نترك المنطقة للصين ما الرسائل الأخرى التي يمكن أن تبعث من خلال هذه القمم على الصعيد السياسي وما حدو تطوير العلاقات حتى مع الصين قياساً على ردات الفعل المنتظرة من الجانب الغربي لسيما وش نعم أعظم رسالة من هذه الزيارة ومن هذه القمم هو أن السيادة التي تملكها المملكة السعودية والدول والدول العربية هي سيادة كاملة تتعلق بالقرار السيادي والقرار السياسي الذي تبني عليه مصالحها بعيداً عن التصريحات الغربية والأمريكية تحديداً وما يأتي بها من كلمات وما يأتي بها من رسائل فليقول الأمريكيون ما يشاءون وليقول الأوروبيون ما يشاءون نحن نقول ما يخدم مصالحنا ولذلك تأتي مثل هذه الزيارة بأنه عندما نقيم علاقات فنقيمها بناء على ما يخدم مصالحنا سواء مع الصين مع روسيا مع أي دولة في المجتمع الدولي وعندما نطمح أن تكون هذه العلاقات هي ما يضيف لمجتمعاتنا وما يبنيها وما يعزز أيضاً قدراتها الكاملة ويبني أيضاً لأجيالها المستقبلية هذه من الرسائل المهمة جداً التي يجب أن يفهمها المجتمع الغربي ونحن عندما نتحدث عن الصين وغير الصين وحديث بايدن لن نسمح وفيما يتحدث لن ندع المنطقة لن ندع المنطقة للصين هو يتحدث عن جوانب قد لا تكون في الجوانب التي تطمح لها حتى دول مجلس التعاون هو يتحدث قد يكون عن مجالات أمنية وستراتيجية وغيرها دول مجلس التعاون المملكة لديهم مصالح أيضاً تطمح لها الحصول من الصين والصين تتقدمت كثيراً حقيقة في السنوات الأخيرة في كثير من المجالات التي استطاعت بها التقدم حتى لبعض المجالات الغربية فيما يتعلق بالصناعات الخفيفة والصناعات المتوسطة إلى حد كبير والتي تأتي بعوائد كبيرة جداً وخاصة فيما يتعلق بإيجاد فرص وظيفية واستثمارات تطمح لها المملكة والدول العربية بحكم أنها دول تنموية ناشئة وبالتالي تطمح أن تعزز هذه التنمية وبالتالي الخطابات السياسية شيء والواقع الذي نعيشه الآن هو عكس ما كان يعبر عنه والواقع الذي نعيشه الآن كثير من القراءات التحليلية دكتور النحاس يقول أن أكبر المستفرين من أزمة أوكرانيا دول المنطقة ما حدث من اختلال في سوق الطاقة وما حدث في أوبيك بلس كذلك إلى أي درجة اليوم هذه المتغيرات الدولية تخلق فرص تاريخية بالنسبة لدول المنطقة لإعادة سياغة علاقتها مع الدول الغربية نعم هو الذي تفضلت به صحيح بحكم أن هذه الدول دول المنتجة للنفط الرئيسية وتملك قرار سيادي وقرار رئيسي فيما يتعلق بالنمو العالمي الاقتصاد العالمي وتقدم الصناعات وأيضا حتى تنوع الدول التي تقيم فيها علاقات لكن دعيني أقول أيضا في نفس التوقيت على الرغم أنه نعم تعتبر هذه فرص عظيمة لهذه الدول إلا أن دول مجلس التعاون أيضا لم تحاول أن تستثمر هذه بما يضر أيضا حتى الجانب الروسي أو الجانب الأخرى بحكم أن دول ليست مزعزة على الأمن والسلم والاستقرار العالمي وليست مستغلة للفرص التي للأسف دعيني أقول توحي للآخر بأننا انتهازيون وبالتالي هي وظفتها التوظيف الأمثل بما يخدم اقتصادها ومصالح دولها وفي نفس التوقيت يخدم أيضا حتى الدول المشترية أو المستولدة للطاقة على جدول أعمال هذه القمم أكثر من ملف هام قضية المناخ حاضرة على رأس الجداول كذلك على صعيد العلاقات الدولية كيف يمكن للصين ودول المنطقة المساهمة في معالجة الخسارة الحد من الإنبعاثات حقيقة يعني لا يوجد تناقض بين إنتاج النفط ومسألة تحسين المناخ؟ كيف ستكون القراءات في هذه القراءات؟ نعم هو لا يوجد تناقض لأنه طالما الاستراتيجيات والسياسات قائمة على التخطيط لمراحل المستقبلية فيما يتعلق بالمناخ فهي سوف يعمل عليها ودعيني ويشير لهنا نقطة غاية في الأهمية وهي مبادرة سمو ولي العهد الشرق الأوسط الأخضر ومبادرة أيضا المبادرة سيكون هناك مواءمة حتى ما بين مبادرة الحزام والطريق ورؤية عشرين وثلاثين نعم هذا فيما يتعلق في هذه الجوانب وجميعها تخدم حتى المناخ وغير المناخ هذا من جهة أخرى هنا غاية في الأهمية أن الدول العربية عموما دول سياساتها واقتصادها ليست مضرة بالمناخ ونسبة الإنبعاثات من هذه الدول لا يتعدى نسبة قد تقل على الواحد بالماء قد تكون الصين من جهة إلى حد ما لديها مشكلة في هذا الجانب لكن الأعظم غررا بالبيئة هم المجتمعات الغربية الدول الصناعية المتقدمة جدا وهذا بالأوراق العلمية مثبت بأنها هي الدول التي تحتاج أن تعمل على مجالات كذا على مجالات متعلقة في محاربة الانبعاثات أو الحد منها على سبيل المثال نحن في مثل هذه الزيارة والذي أشرت إليها الحزام والطريق من جهة ورؤية عشرين وثلاثين من جهة هي تطمح لمستقبل كبير جدا فيما يتعلق بتنويع الاستثمارات في المملكة ورصين أيضا تطمح لما يخدم أيضا اقتصادياتها وصناعاتها فهي علاقات مثل هذه الزيارات قد يأتي منها الكثير من الإيجابيات التي تعود على الاقتصادان وعلى المجتمعات حقيقة العربية من جهة والصينية من جهة بما يخدم شعوبها ومستقبلها يعني كما قلنا هي قمم تتداخل فيها الملفات بتعقيداتها السياسية اقتصادية أمنية ودفاعية أيضا هذا الجانب سيتم نقاشه من خلال القمة الخليجية والقمة العربية الصينية على كل شكرا جزيلا لك ضيفي في استوديوهاتنا بسكاي نيوز عربية في أرياض الدكتور إبراهيم نحاس عدو مجلس الشورى السعودي على كل هذه الإضاءات التي تفضلت بها معنا في هذه النافضة شكرا لكم كان هذا كل شيء عودة لستوديوهاتنا في أبو ظبي ومتابعة غرفة الأخبار مع زميل مهند إليك مهند